بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنى الولدد جوينتز ونستكمل ستريسز على الولدد جوينتز الحالة اللي قدامنا دي حالة Special Case ودي عبارة عن Circular Fillet Weld Subjected to Torsion لو عندي مثلا لوح بالشكل ده كده وعمود هنا العمود ده بيقع عليه تورك التورك طبعا احنا عارفين ان هو بيسبب تورشنال ستريس والتورشنال ستريس بنرمز له بالرمز تاو وقيمته بتساوي T في الار على جي زي ما شرحنا قبل كده وعندنا طبعا الدي اللي هو بيمثل الدامتر بتاع العمود ده وار اللي هو نصف القطر ده اللي هو نصف القطر واس اللي هو سمك اللحام size of the world والتي اللي هو thickness بتاع اللحام اللي هو 707 من الف اس والتي اللي هو التورك وتاو طبعا اللي هو قيمة التورشنال ستريس الولد سيكشن هنا قيمتها بتساوي باي في T في الدي تكعيب على أربعة ولو عوضت بيها مثلا هنا كده بالشكل ده والجي طبعا اللي هو البولر مومنت أوف انرشي لو عوضت بيها بيطلع عندي النتاوي بتساوي اتنين في التورك على باي في T في الدي تربية ده قيمة السترس الواقع على الوصلة بتاعة اللحام أو الجزء بتاعة اللحام ده عليه تورشنال ستريس الحالة التانية اللي بعد كده نفس الحالة بليت وعمود لكن هنا فيه فورس الفورس دي تسببت مومنت المومنت هنا بالطبع بيعمل سيجما بندنج أو بيسبب بندنج ستريس قيمته بتساوي M على Z احنا اخدنا قبل كده ان سيجما بندنج بتساوي M في Y على I او لو قلنا M على Z حيث Z بتساوي I على Y والZ هنا اللي هو بيمثل وقيمته بالنسبة لمقطع اللحام اللي هنا لان احنا بندرس تأثير السترس على المقطع ده قيمته بتساوي باي في T في الدي تربيع على اربعة ولو عوضنا بقيمة Z بيطلع عندي ان سيجما بندنج اللي بتساوي أربعة المومنت على باي في T في الدي تربيع وما ننساش ان T هنا بتساوي سبعمية وسبعة من ألف ضرب S اللي هو سمك اللحام في المنطقة دي النوع اللي بعد كده اللي هو البوت جوينز السترنث بتاع البوت جوينز دي عبارة عن تنسى السترس عادي خالص وانا بدرسه على المقطع ده فقيمته هتساوي فورس على أريا الأريا هنا بتاعت المقطع ده وهو حاصل ضرب سمك اللحام في الأل يبقى الأريا T في الأل أما في حالة لو كان من الجهتين بحسب السمك الكلي هنا اللي هو مجموع T1 زائد T2 ضرب L ده بيديني الأريا الكلية وبقيمة الإجهاد اللي هي سيجماتية بتساوي الفورس على الأريا وبكده نكون انتهينا من الولد جوينز ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله مع شابتر جديد ترجمة نانسي قنقر